السلام عليكم جميعا كيفكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير معاكم قناة عالم منوعات الباي وهالمرة جيبتلكم خبر هو يعني شوي بالنسبة لي انا محزن علشان هو رح يكون على مقدم البرامج الاعلامي التونسي علاء الشابي يعني احنا معتبرينه كواحد من العائلة وهو حبيب ومحبوب الجماهير هو حط هيك ستاتو في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو ايل انا اواجه منذ اكثر من شهر حربا دروسا وقاسية مع عدو المتجر وماكر وجبان وذلك في سمت مرت سامت يبدو لطيفا ومهادنا خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم افلح في ذلك نصف المعركة نفسية ودهنية وهنا لا ينفع الصمت معه لانه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن اترك له فرصة هكذا ببساطة امامي اقل من شهر للتغلب عليه ان استطعت واسلحة بسيطة واسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا وبيننا ايه ولكني على اليقين التام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقتل عدم لا انقر انني مرتبق جدا من كل شيء ولكنني لن استلم الى اخر رحضة ومستعد للمواجهة الى اخر المرق ايماني بالله كبير سبحانه وتعالى وهو اشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته يا رب نطلب له الشفاء نطلب له الشفاء يعني التام ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجعوا الاهل والبيته والاولاد وكل الجماهير اللي بيحبوه اليوم يعني صادفت الفنانة ايمان شريف قالت في برنامج النجوم عبر الموجات لاداعة موازيك الف ام انها اتصلت بعائلة الاعلام علاء الشابي قالت هما يعني عندها تواصل مع عائلته للاستفسار عن حالته الصحية بعد تدوين هاي الاستاتويلة عملها في المواقع الفيسبوك وقد تحدثت عن الوضعية ووضعيته الصحية لعلاء الشابي باكية كانت بتبكي وقائل انه امام مرض خبيت وان الخبر كان بمتابة صدمة قائلة هو والله العديم خبر صدمة لياتنا كلها كل اياتنا يعني صدمة هيك اتصلت بالعائلة لانني صديقة مقربة وتأكد انا بقولكم شو قالت من المرض علاء الشابي وانا مزدومة علاء محب للحياة وجد نفسه اليوم امام مرض خبيت واختار ان يكون في عزلة واتمنى ان تكون النتائج التحليل التي خدع لها خاطئة يذكر لقراءة المقال بالكامل قالت يجب الواحد يدعيله وربنا يعني يشفيه ويريح باله وهو في اخر يعني حس عملها وهو عامل لليناتس يعني ندارات احنا بنقوله ربنا يشفيك يعني انت لك غياغ تاع علاء الشابي يعني وكل الناس بتعريفها ما فيش ما بيتضربوش عليها اتنين يعني هو غني عن التعريف علاء الشابي يعني بيحب رخل الناس بيحل المشاكل هما الناس بتقول بيفضح مشاكل وين هان الفتحة هو هدفه نيتو برامج بتوعه ناشحة مليون بالمية يعني هو كمقدم ويطرح مشاكل الناس ورد الناس لبعديها في ناس ما كانش بتعرفه ولا ابوها ولا امها من دول متفرقة ومتبعدة وهو جمحهم يعني هو بيحب الخير ان شاء الله ما يكون عليه بس ان شاء الله ما يكونش عليه يعني متل ما بيقولوا الناس يعني يعني عنده مرض خطير هو مرض السرطان بعيد الشر عليه وعلينا وعلى السمعين والحضرين يا رب ان شاء الله نتمنونه الخير يا رب هو حط كمان حبيباتي اذا لي مش متابع يعني هو حط هيك ستاتيو كمان اليوم وقال بارك الله فيكم الناس الكل يعني هو بيشكر كل الناس بالطريقة التونسية العمري ما تصورت حب الناس للدرجة هادي يعني هو ما تخيلش الناس بتحبه للدرجة هادي يعني بالحق فرحان بكم خاطر وقوفكم معي يعطاني دعم كبير ورفع مع نوياتي هو بيتشكر للجميع على وقوفهم معه يعني هيك بالكلام الطيب وهيك انا نحب نشكر بالخصوص زوجتي اللي واقفة معي هو شكر زوجته الى جانب عائلتي واصحابي نحبكم برشا الى جانب عائلته واصحابه وهو بيقولهم نحبكم برشا بالتونسية واحنا بنقولولك نحبك برشا 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 يلا حبيبات قلبي ان شاء الله بنوافقكم بالجديد لا تنسوا اشتراك لايك تفعيل جرس وكمنت يلا